اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامير والنهاردة هنعرف ازاي نحسب جرعة حقن الحديد للعيانين اللي عندهم انيميا نقص حديد وانت قررت ان انت هتديهم حقن مش اقراص هنعرف مع بعض العيان بتاعك محتاج كم حقنة نوعها ايه وان ادهاله كل قد ايه هقولك تحسبها ازاي بسرعة لكن ما تستعجلش لازم في البداية تكون اتأكدت من التشخيص بتاعك ان دي انيميا نقص الحديد في فيديو ازاي تعرف سبب الانيميا بالزبط اللينك بتاعه تحت تقدر تشوفه وفي فيديو تاني عن انيميا نقص الحديد تحديدا تقدر تشوفه برضو من اللينك تحت كمان لازم تكون دورت على سبب الانيميا ايه وابتديت تتعامل معاه او تعالجه ازا كنت تقدر تعالجه كمان لازم تكون عارف ان حقن الحديد ممكن يحصل منها حساسية شديدة لقدر الله ممكن تؤدي الى انافلاكتك شوك او صدمة تحسوسية وقد تؤدي لقدر الله الى وفاة المريض عشان كده تبقى عارف انك لو هتعلق للعيان بتاعك محلول عليه حديد فلازم ده يكون فيه مكان مجهز زي المستشفى مثلا عشان لقدر الله لو حصل منه انافلاكسز تقدر تتعامل معاه بسرعة وكمان بعد المريض ما يخلص المحلول بتاعه لعليه حديد لازم يفضل تحت المتابعة معاك لمدة نصف ساعة كمان لازم تكون عارف ان احنا مش بنحب حقن الحديد ولا نفضلها عن الاقراس لكن في حالات معينة للأسف بنتطر ندي فيها حقن حديد زي مثلا العيان اللي مش قادر ياخد الاقراس عشان الاثار الجانبية بتاعتها وغيرت معاك كزا نوع ومش قادر يتقبل هذه الاثار الجانبية عيان تاني خد الاقراس بالجرعات المزبوطة والمدة المزبوطة ومع ذلك الانميا لم تتحسن عيان عنده مشكلة في امتصاص الحديد يعني مثلا عمل لعملية جراحية وشايل اجزاء من الجهاز الهضمي فالحديد لا يمتص فبالتالي لازم ياخد حقن او غيرها من الاسباب التانية اللي ممكن تعمل مشكلة في امتصاص الحديد عيان عنده انفلماتري باول ديزيز او امراض زي الكرونز او الآلسيرتوفكوليتز امراض خاصة بالجهاز الهضمي خصوصا لو حالتها نشطة وممكن تزداد سوق بالاقراس الحديد في الحالة دي بنتدي له حقن كمان لو عيان بياخد اريثروبيوتين اللي هو الهرمون اللي مسؤول انه بيزود امتاج كرات الدم الحامرة زي العيانين مثلا اللي هم عندهم او فشل في وظائف الكلام لو الانيميا من الاساس جاية جديدة جدا وانت محتاج تصلحها بسرعة اكتر والعيان جايله زبحة صدرية او قلم في الصدر بسبب الانيميا يبقى برضو لازم ياخد حقن كل الحالات اللي قلنا عليها دي العيان بياخد حقن مش اقراس طولت عليك شوية معلش دلوقتي ايه اقول لك بقى ازاي تحسب له الجرعة في معادلة كده معروفة بتحسب بيها جرعة الحديد العيان بتاعك بتشوف وزنه كام بالكيلو جرام وتضربه في التارجد هموجلوبين يعني الهموجلوبين انت عايزه يبقى كام في بعض الاحوال بيقول لك خلي خمستاشر لكن احنا بنمشي مثلا تلتاشر او اتناشر مش مشكلة لكن عموما الهدف بتاعك من الهموجلوبين كام تطرح منه الهموجلوبين الواقعي الهموجلوبين الحالي بتاع العيان اللي اتنين واحدة قياسهم جرام لكل دي سيليتر وتضرب دول في عامل اللي هو اتنين واربعة من عشرة هيطلع عليك رقم الرقم ده تزود عليه خمسمية الخمسمية ده اللي هو مخزون الحديد يعني احنا بنصلح للعيان الانيميا بتاعته ونعمل حسابنا نزود كمان عشان نعمل مخزون الحديد لهذا المريض مخزون الحديد في الكبار البالغين بيكون خمسمية يبقى كده المعادلة بتضرب الوزن بالكيلو جرام تضربه في التارجت هموجلوبين ناقص الاكشوال هموجلوبين الهموجلوبين الحالي وتضربهم في اتنين واربعة من عشرة وتزود عليهم المخزون اللي هو خمسمية ميلي جرام هيطلع لك انت محتاج جرعة حديد قد ايه تحديدا على سبيل المثال عيانة وزنها سبعين كيلو جات لك والانيميا بتاعتها تسعة جرام لكل دي سيليتر هتحتاج حديد قد ايه نعمل المعادلة اللي قلنا عليها نضرب سبعين في تلتاشر ناقص تسعة اللي هو اربعة في اتنين واربعة من عشرة والناتج نجمع عليه خمسمية هيدينا الف مية اتنين وسبعين يعني العيانة دي محتاجة الف مية اتنين وسبعين ميلي جرام يعني تقريبا الف وماتين ميلي جرام حديد كده انت عرفت العيانة تحتك محتاجة كام ميلي جرام حديد على حسب بقى هتديها اي نوع زي ما هنقول اولا في نوع اللي هو زي الاسم التجاري الساكروفير مثلا الساكروفير الامبولة الوحدة فيها مية ميلي جرام حديد وانت محتاج تدي العيانة بتاعتك الف وماتين ميلي جرام يعني هتحتاج تديها اتناشر امبول ساكروفير تديها امبولين على محلول ملح كل تلت ايام لمدة ست جرعة يبقى انت كده اديتها اللي اتناشر امبول ساكروفير فيه عندك نوع تاني اسمه كوزموفير اللي هو فريك هيدروكسيد ديكستران كومبليكس او ايرن ديكستران يعني الكوزموفير فيه منه امبولات الامبولة اتنين ميلي لتر اتنين سانتي يعني بيبقى جواها مية ميلي جرام حديد وفيه منه امبولات تانية عشرة ميلي لتر يعني عشرة سانتي بيبقى جواها خمسمائة ميلي جرام حديد فانت لو هتديله من الامبولات الصغيرة بنفس الطريقة زيه زي الساكروفير اللي اتكلمنا عنه فانت هتديله اتنين امبول من الصغير اللي هو كل امبول في مية على محلول ملح كل تلت ايام لمدة الست جرعات بتوعك لكن الكوزموفير في ميزة شوية ان انت تقدر تديله الجرعة كلها مرة واحدة بشرط ان انت متعديش عشرين ميلي جرام لكل كيلو يعني على سبيل المثال في العيانة بتاعتنا دي هي محتاجة الف ومتين فاحنا هنجيب لها امبولين كبار كل امبول فيه خمسمية فيبقى كده الف واربعة سنتي من الامبول التالت يبقى كده الف ومتين ونعلقهم على محلول ملح بعد عمل اختبار الحساسية اللي هنتكلم عنه في نهاية الفيديو وندهولها مرة واحدة فيه كمان نوع تاني بقى اسمه انجيكتافيري اللي هو المادة العلمية بتاعته فرق كاربوكسي مالتوز ده الامبولة بتاعته خمستاشر ميلي ليتر خمستاشر سنتي بيكون جواها سبعمية وخمسين ميلي جرام حديد وده بيتاخد بشكل اسبوعي ماينفعش اقدم عن كده لازم من كل جرعة والتانية اسبوع فالعيانة بتاعتنا مثلا محتاجة الف ومتين ميلي جرام فاحنا مثلا ممكن نجيب امبول اللي هو الخمستاشر سنتي ده نشيل منه تلاتة سنتي نرميهم فيتفضل معانا 12 سنتي اللي 12 سنتي دول جواهم 600 ميلي جرام حديد نحطه على محلول ملح ونعمل نفس الموضوع ده بعد اسبوع لازم يكون الفرق بينهم اسبوع على الاقل فبعد اسبوع هنجيب امبول تاني ناخد منه 12 سنتي بس ونحطه على محلول ملح والباقي نرميه وبكده يبقى دينا العيانة بتاعتنا 1200 ميلي جرام حديد اللي هي محتاجاهم واخيرا في نوع اللي هو الهيموجيت الهيموجيت ده بيتاخد عضل بس والامبولة الواحدة فيها 100 ميلي جرام لكن احنا مش بنفضله كتير لان نفس مشاكله هي مشاكل الوريد يعني ممكن يحصل منه حساسية زيه زي الوريد بالزبط بالاضافة انه ممكن يسيب علامات سودة في الجلد فعشان كده احنا مش بنفضله طالما هتدي حديد انجيكشن ادي على محلوله خلاص مثال تاني للتدريب سريع شوية لو عيانة جاتلك وزنها 85 كيلو جرام الانيميا بتاعتها 6 اللي هي المجلوبين بتاعها 6 جرام لكل دي سيليتر يبقى محتاجة كم ميلي جرام حديد قلنا المعادلة هتضرب 85 في 13 ناقص 6 في 2 و 4 من 10 والناتج نجمع عليه 500 هيكون النتيجة في الاخر 1928 يعني تقريبا 1900 يعني العيانة دي محتاجة 1900 ميلي جرام حديد يبقى خلاص انت عرفت لو هتديها ساكروفير يبقى هتحتاج 19 امبول تديها 2 امبول على محلول ملح كل 3 ايام لحد ما تخلص 19 امبول لو هتديها كوزموفير الامبولات الصغيرة برضو يبقى 2 امبول كل 3 ايام على محلول ملح لمدة 19 امبول لو عايز بقى تديها كوزموفير جرعة واحدة في الحالة دي فانت هتديها 3 بس من الامبولات الكبيرة اللي هو كل واحد خمسمية يبقى انت اديتها 1500 ميلي جرام حديد لان مش هينفع نديها اربعة لان احنا قلنا ما نزودش عن 20 ميلي جرام لكل كيلو فالعيانة دي الجرعة القصوى بتاعتها اللي هو 20 ميلي جرام لكل كيلو وزنها 85 هيبقى 1700 مينفعش هتديها اكتر من كده فانت ممكن تديها 3 امبولات يبقى 1500 على محلول ملح وبعد اسبوع كوزموفير تديها 8 سنطي من الامبول الاخير على محلول ملح لو هتديها انجكتافير فالامبول الواحد سبعمية وخمسين فانت هتديها امبول وبعد اسبوع تديها امبول يبقى كده خدت 1500 يتفضل لها لسه 400 ميلي جرام فانت هتديها 8 سنطي من الامبول التالت بعد اسبوع كمان وهكذا انت تعمل الحزبة بتاعتك هتعرف العيان بتاعك محتاج كم ميلي جرام حديد وعلى حسب هتديله اي نوع تتصرف اما بالنسبة لاختبار الحساسية في الحديد فهو بيقول لك ادي خمسة وعشرين ميلي جرام ببطء الاول وبعدين نوقف الانفيوجن للعيان وبعدين نشوف هل فيه اي اعراض حساسية ولا لا يعني كلي نكال ما فيش كلام كتير عليه لكن اللي بنعمله مثلا ان انت بتحط الامبولين بتوعك على المحلول وتبدأ تشغله ببطء للعيان وبعد مستوى المحلول ما ينزل شوية نوقف المحلول يعني بعد ما نتأكد ان فيه كمية دخلت للعيان بنوقف المحلول ونستنى مثلا تلت ساعة ونشوف هل فيه اي اعراض تحسسية على العيان ولا لا هل العيان بدأ يهرش في جسمه وشه يحمر هل بدأ نفسه يديء ضغطه يوطى اي مشاكل يعني تقول ان فيه حساسية من الحديد في الحالة دي طبعا لازم نتصرف لكن لو ما حصلش حاجة فخلاص بنكمل المحلول بتاعنا عادي وزي ما قلنا المفروض كل ده يكون في مستشفى مجهزة لأي طوارئ لقدر الله وفي النهاية احب اشكركم لو شايف ان الفيديو مفيد ممكن يفيد حد تاني انشروا الفيديو اشترك في القناة شكرا لكم